على ذكر المنتخب الوطني عارفين طبعاً أن مصطفى محمد كان في مول بيشتري شوية حاجات اتسرقت الشنطة يظهر من كتفه أو حطتها على بنجة أو حاجة وأهم حاجة كان فيها الباسفور بتاعه كلام كتير الباسفور يعني إيه مش يعرف يجي مصر ولا إيه طبعاً على فكرة الموضوع ده بسيط جداً بيروح السفارة المصريية بيعملوا له وثيقة سفر موضوع سهل مش بحتاج رغي كتير يعني وثيقة سفر بتطلع له في 24 ساعة بيسافر بيها وييجي مصر بيضوي يعني موضوع ما فيهوش أدنى مشكلة على الإطلاق ده فيما يتعلق طبعاً بمصطفى محمد محمد صلاح أعلن استعداده للانضمام للمنتخب الوطني ويبقى هنا بقى الأندية الأندية وفقاً للاتحاد الدولي وكوفيد 19 من حقها ما تبعدش اللعيب لكن حتى هذه اللحظة مفيش نادي أعلن أنه هو مش هيبعت اللعيبة بتاعته مصر حتى أدلة على كل اختيارات الكابتر حسام البدري سواء محمد صلاح أو تريزيجي أو مصطفى محمد أو كوكا أو أحمد حجازي مفيش نادي من الأندية اللي بنتمي لها اللعيبة دي قالوا مش هنبعت اللعب بتاعنا فحتى اللحظة بمشيئة رحمان الكل هيبقى موجود كابتل حسام البدري أصبح كده جاهز لإعلان قائمة منتخبه الماتشات خلصت كان مستني يشوف أخر حاجة فاضل مباراة وحيدة البيرمتز في البطولة الأفريقية في الكونفدرالي بكرة الساعة 3 إن شاء الله نتمنى طبعاً لبيرمتز كل التوفيق بإذن الله في مباراة الغد حتى يخطو خطواته المؤكدة إن شاء الله لحصد كأس الكونفدرالي ترجمة نانسي قنقر